هنعمل مع بعض النهار ده الزبدة أقصد الفسيخ عموماً هو زبدة فعلاً زي ما بقول له حضراتكم كده شايفين بقى الجمال وشايفين من عند الديل طرز زي عشان كتير جداً قالوا لي بينشف من عند الديل والله العظيم زبدة حاجة جميلة جداً وطعمها رائع وانا عملا دي لعلا لان انا بحب أكله بالمعلقة والمعلقة ديت كمان راحت على بقي هنعمل مع بعض النهار ده الفسيخ وطارقته جميلة جداً بينا بقى علشان يشوف الطريقة شوف الفيديو للاخر عشان تعرفي كل تركاية صح بصوا بقى أنا جايبة معي كله نص فسيخ عاملين معي سمكتين ده سمك بوري مش طبارة وهقولك برضو في نص الفيديو احنا بنتكلم هتعرفين منين ان هو بوري او طبارة غسلته كويس جداً وبص الخاشن بتاعته نضيفة ازاي لما غسلتها وهعمل فيه ايه تمام بصوا بقى انا اخدت الفسيخ او السمكتين معي دول وزنهم كيلو نص ممكن تجيب اقل لا اكتر براحتك جبت كده معي استيك او اي حاجة اربطوهم كده كويس جداً من ديل وهعمل ايه انا علقتهم في الرشاقة بتاعة الطباقة هي متخافيش مش هتظفر معاك الكبات ولا حاجة لان ايه ربطة بالاستيك وسبتها كده في الحوض لحد تاني يوم الصبح تنزل كل حاجة من بقها هتنزل دم كتير وانا عملتهم وحضراتكم قبل كده مرتين وهسيب لكم الرابط تحت الفيديو انا بعمل الحركة دي ليه عشان يصف كل الدم منه ما يكونش فيه روحة زفارة خالص 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 سواء وهو بيتعمل او لما تيجي تكليه بص نشف معايا ازاي انا هسيبه كمان احنا في شيطة طبعاً فهياخد وقت لما ينشف سيبته يعني حطته من بالليل وما عملتوش الصبح عملته بالليل تاني يوم بالليل لحد بصه لما نزل معايا كل حاجة بصت لما تضغطي ينزل معاك كل نقطة الدم زي ما حالك شايفة لان الدم ده اول ماي دي لو فضلت فيه هي اللي بتخلي للفسيخ ريحة وبيبقى زفر معايا بعد لما عملتو بص ده كده تاني يوم بالليل نشف خالص معايا نشف جداً وشدد ازاي شددت الفيسخايا او السمكة معايا هفك بقى الاستيك وهتك على الديل هدوس على الديل هضغط عليه جامد كده علشان يتراي معايا وما يكونش ناشف معايا لما نيجي نخرجه بص بقى انا كمان نشفته هعمل ايه نشف كده كويس جداً ونتبصي تقولي ايه مفهوش حاجة لا طبعاً هتلاقي فيه تاني دم دلوقتي هنحط انا هجيب معايا كده منديل كده بتاعة المطبخ وهدخلها جوه خياشين السمكاية علشان اضغط جامد اكون اتأكدت ان انا شفطت كل الدم اللي بيخلي الفيسيخ زفر يعني انت ممكن تجيبيني ان الفسخاني ممكن تلاقي فيه ريحة زفورة كده الفسخاني مش هيعمله بالنظافة اللي احنا بنعملها في البيت دي لو مشيت بالضبط زي ما بقول في الفيديو هطلع معاك في فيسيخ ريحته جميلة جداً وطعمه جميل جداً وما بقولش كده بجد عشان انا عمليه لا بالعكس جرابي وحضرتك هتعرفي بنفسك وكتير جداً قالولي لما عملوا الطريقة بتاعتي او الطريقتين اللي فاتوا وهسيبهم لكم تحت الفيديو على طول كتير جداً بعاتلي وقالي في التعليقات شوفوا كمان في الفيديو اللي قبل ده اللي هما الفيديو هين بتوع الفيسيخ عملوا بنفس الطريقة ومفيش راحة الفيسيخ بصوا بقى تعرفوا منين ان هي بوري السمكة البوري بتبقى راسها او دماغها عريضة بالشكل اللي حارتكم شايفها وبق واسع كده غير التبارة التبارة بيبقى وشها مسحوب او الراس بتاعتها مسحوبة كده رفيعة شوية تمام وافضل سمك يتعامل به الفيسيخ سمك المزارع مش سمك البحر تمام بضغط انا بقى من عند الدل جامد قوي كده علشان تبقى طريقة معايا وال وكمان اللي هما صلى عن النبي الشوكة بتاعت الفيسيخ او السمكة تكون فصلة معايا علشان السمك بتاعي يستوي ويبقى زي الزبدة ويبقى الطريق معانا احنا العملية بتاعت تدليغ السمكة دي بتساعد ان انا لما ااجي اخرج الشوكة تخرج معايا بكل سهولة ويبقى كده زي الزبدة كده طري ومستوي معنا يعني الحركة اللي بنعملها في السمكية دي بتبقى كويسة جدا 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 بعمل معي السمكتين اللي هي التدليك بتاع السمكتين كده كويس قوي ان انا بافصل الجلد عن اللحم او الشوك عن السمكة علشان يبقى طري معايا وما يكونش ناشف تمام انا معي هنا ملح وشطة وكمان فلفل اسود مش مطحون بس مش معي اكتر من كده وانا عاملة دلع انا حطة لكل سمكية معلقتين ملح بس لكل خيشوم لكل خيشوم معلقتين ملح ده طالع معايا دلع ومظبوط اوي 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 عايزة دلع انا عاملة دلع عايزة مظبوط شوية بيبقى ثلاث معالق في كل خيشوم عايزة الملح بتاعه زيادة شوية يبقى اربع معالق في كل خيشوم تمام شايفيني المناديل طالع عاملة معايا ايه انا بنشوفه جدا كويس قوي بصوا لما بحطي ايدي جوه اهو جوه بق السمكة طلعة نشفة ازاي كده ضمنت ان انا السمكة بتاعتي مش هيكون لها اي ريحة خالص ولا هتبقى لها ريحة زفارة وراحتها تبقى حلوة حتى وهو موجود في البيت بصوا نشفة ازاي بص انا هقلب معايا الملح بالشطة بكام بكام واحدة الفلفل الاسود اللي صحيحة الفلفل الاسود صحيحة بحط زي ما حراتكم شايفين كده الملح في الخيشوم بضغط بالملح في الخيشوم جامد كده بحيس ان انا اكبسها بالمعلقتين الملح جميل جدا نحط كمان في الخيشوم التاني معلقتين الملح واضغط كده كويس بس كده هحط شوي سغيرة في بق السمكة تمام وحط كمان الفلفل الاسود هتقول لي ايه لازمة الفلفل الاسود هقول لحضرتك الفلفل الاسود بيساعد على ان السمكة ما تدودش معايا مع انها نقفل عليه كويس جدا ولو حطيتي بردك ملح وشطة ما تقلقيش مش هيدود ولا هيجراله اي حاجة لكن انا بعمل زي ايه القدماء المصريين في توتا عن خامون لقوا فيها في دماغها فلفل اسود ان هم بيحفظ الحاجة عموما الفلفل الاسود والشطة كمان حتى لو عملتي بملح بس وقفلت علي كويس ممكن تقول لنا بعمله بملح فقط لغيره بقفل علي كويس وبيطلع تمام مفيش مشكلة الملح برضو مادة حفظة وبتكوني قفل علي كويس فرضنا بقى اخ بعد ان خلصت معايا الكمية بتاعتي ما عندناش بلاستيك ستريتش عشان قفل علي كويس انا مش هعمله المرة دي بلاستيك ستريتش خالص انا جبت كيس معايا نظيف وبحط السمكتين بحط واحدة عكس التانية ليه علشان بساعد ان ديل بتاعي ماينشفش معايا تمام والاتنين يساويوا بعض بحط رشة بسيطة جدا من الملح زي ما حضرتك شايفة كده تحت ما بحطش تاني خلاص وما بحطش عليها بس كده بعمل ايه بصوا حطيتهم ههم عكس التانية ببتدي ان انا اقفل بخرج كل الهوى من الكيس وابتدي ان انا اقفل الكيس ومش هربط الكيس برضو علشان ازبط لكم طالما انا اقفل كويس بالكيس ومخرج الهوى اه مش هيجره لأي حاجة تمام بحطوا بقى في كذا كيس معايا وبخرج منه الهوى وهحطوا كمان بصوا انا بجيب كمان معايا بعد ما بحطوا في كذا كيس كده بحط بجيب معايا كيس اسود بعد كده لان الكيس الاسود بيحجب الضوء عن ان هو يدخل للسمك تمام كده بحطوا بقى في كيس اسود زي ما حضرتك شايفة بالضبط كده وبعد كده هحط معايا في اخر كيس للسمك وهعمل في ايه تمام كده معايا اخر كيس للسمك وبخرج الهوى وكمان مش هقفل كده خلاص انا قفلت عليه كده كويس كده تمام كده معايا بصوا بقى انا بجيب ايه بجيب معايا شايفين فاكرين العلبة دي اللي كنت عملت فيها الفسيخ قبل كده انا هجيب معايا علبة بقى مربعة لان انا حطها في كياس وهحط فيها وهقفل عليها انا كنت عاملة مكان العلبة دي في سيخ كنت حتى كمية كبيرة فوق بعض بس مش في كياس فاللون الاصفر ده مكان الفسيخ اللي كان قبل كده بحطه بقفل عليه وهسيبه بعد خمس تيام هقلبه على الناحية دي بعد يومين بقلبه كده بخليه على ضهر السمك على سيف السمك على جنبه وهكذا لمدة كام لمدة واحد وعشرين يوم احنا في شطاء بخليه لمدة تلات اسابيع ما عندي كيش العلبة دي هتحطيه على سنية كده تحت مثلا حوض المطبخ في مكان مقفول واقلبه لمدة خمس تيام واقلب تلات يومين واقلب على ضهره يومين واقلب على جنب السمك وهكذا بعد بقى الواحد وعشرين يوم بالزبط بخرج معايا السمك واهو في نفس الكياس بتاعته بحط مفرش كده علشان ابتدي افرش عليه والله ملهوش غير ان هو ريحته حلوة بس مش اكتر وكمان اخواتنا اللي في العراق او اللي بتفرجوا علي من خارج مصر بيقولوا ازاي انتوا بتاكلوا سمك ناي السمك مش ناي السمك انا سويته في الملح تمام يعني لو في حد بتفرج علي من خارج مصر السمك ده مستوي بالملح زيه زي الانشوجة او الانشوقة زي ما بتقولوا عليها اللي بتبقى في السوبر ماركت وبتاكلوها السمك بيستوي في الملح بصوا انا بحب انضف الفسيخ الصراحة ليه شايفين هنا جود و جمانة كانوا بيستحمقوا اسبكم تسمعوا بقى هما بيقولوا ايه كان ريحة الفسيخ واصلة لهم اقولكم على حاجة جودي و جمانة بياخدوا شوار في الحمام تمام مو سامعين جودي بتقول ايه حد بياكل في السيخ ريحة الفسيخ واصلة لهم مجرد ان هما كانوا في الحمام بجد و شمين لديحة الفسيخ و انا بنضفه انا بحب انضف الفسيخ ليه بقى علشان انا باكل الفسيخية على بعضها ممكن اكل القشرة على فكرة جلد الفسيخ ما تستغربوش قوي لان انا بحب الفسيخ جدا 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 بجد شايفين اهي بوريكم العلبة كمان مفيش ولا نقطة مية طالما انا مقفلها الكياس حلو تمام حتى لو هتنزل مية خفيف مفيش مشكلة اه نفتح بقى الفسيخ من جوه انا بجد اه بنهار و انا بمنتج الفيديو تمام كده اه بعد الفسيخ ما اتاكل اه الفسيخ معي ريحته حلوة ملهوش فعلا ملهوش ريحة جربو بنفس الطريق زي ما بقول لها ريك كده ملهوش ريحة خالص غير انه هو ريحته حلوة تمام اه شايفين اللي بيتفرجوا علي من خارج مصر اخوتنا العراقيين حبايبنا العراقيين او اي حد من خارج مصر الفسيخ جماعة مستوي في الملح ودايب زي مهاراتكم شايفين كده وطعمه حلو جدا جدا وطبعا كل بلد لها عدده تقاليد في طريقة في طريقة اكلها او طريقة مثلا اه اعدادها لأي اكلة فدي طريقتنا في الفسيخ وطريقة تمليحنا للفسيخ وهو بيكون مستوي في الملح شايفين بقى الفسيخ شايفين الدوابان بتاعه والزبدة بتاعته رائعة بجد طعمه حلوة اوي اوي انا كنت مااخد كنت باكل طبعا لاني مش قادرة والشوكة طلعت معايا بكل سهولة زي ما حضراتكم شايفين كده بالزبط شايفين اللحم عمل ازاي نفتح بقى لتانية اه انا ماكنتش جود وجمانة كانوا في الحمام كنت بقولهم انا باكل انشوقة اه او انشوجة زي ما بتقولوا عليها او بسارية علشان مخرجوش بس لانهم لو كانوا خرجوا كان ااكلوه جودي ملهاش في الفسيخ جمانة الصراحة جمانة اقصد عفوا جمانة ملهاش في الفسيخ خلص وبتقرف من راحته لكن جودي بتحب الفسيخ جدا بصوا بقى انا كنت باكل الشوكة بمصها ما اقدرش فعلا اه اه تمام كده اه شايفين بقى بيستوي ازاي طلع طلع دايب دايب ازاي وبصوا بيطلع بكل سهولة اه والديل بتاعه كمان مستوي وطريقة هو عشان كتير كان بيقول لي بيطلع ناشف اه بجد اه المعلقة دي دخل على بقى دلوقتي حالا اه اتمنى تكون الحلقة نالت اعجاب حضراتكم واعملوا الفسيخ بالطريقة دي واكتبولي في التعليقات ومن فضلكم ما تنسوش تدعموني بلايك او بكومنت حلو من حضراتكم لان اللايك والكومنتات يا جماعة بتدعمني وبترفع الفيديو وبتخليني ان انا اعمل لكم حاجات جديدة ولو عايزين اي حاجة او اكلة معينة اكتبولي في التعليقات ان انا اعملها لحضراتكم وفي نهاية الفيديو اتمنى يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم ما تنسونيش بقى في لايك وشير وكمنت ودعو من حضراتكم دمتم في رعاية الله وحفظه